شاب يمتاز بأخلاق طيبة بعد أن أنهى دراسته الجامعية سافر ليعمل بدولة أوروبية وكان في كل عام يرسل لوالده أموالا لينفذ له مشروعه الذي يحلم به وبعد قضاء خمس سنوات تم تنفيذ المشروع فعاد الشاب وقرر التقدم لخطبة ابنة عمه وعندما ذهب لبيت عمه وفاتح عمه في الموضوع وافق على الفور فتشجع ليتحدث مع ابنة عمه ويعرف رأيها فشعر بحزن شديد على وجهها رغم ابتسامتها المزيفة وطوال حديثه معها شعر بانشغالها عنه فابتسم وقال لها هناك شاب آخر تعلق قلبك به أليس كذلك؟ فجأت الفتاة بالسؤال فنظرت للأرض في خجل ولكنه سألها وابتسامته لا تفارقه ولماذا لم يتقدم هذا الشاب لك حتى الآن؟ صارحيني ولن تندمي اطمأنت الفتاة لابن عمها المعروف بين العائلة بصدقه وبأخلاقه الكريمة وقالت له لم يتقدم لي لأنه منذ أن تخرج منذ عام وهو يبحث عن عمل وهو أيضا مسؤول عن الإنفاق على أمه ولا يستطيع التخلي عنها لأنه يحبها وبار بها لأقصى حد في هذه اللحظة طالب من ابنة عمه رقم هاتف هذا الشاب وقال لابنة عمه ما دمت تمدحينه وترضين به فسوف أجعله من الغد مسؤولا عن مشروعي وبمرتب كبير وبعد فترة قصيرة يمكنه أن يتقدم لخطبتك بكت الفتاة من فرحتها وأعطت الرقم لابن عمها الذي اتصل به وقال له كيف ترغب في الارتباط بابنة عم وتتركها لشخص آخر يتقدم لخطبتها قال الشاب بأدم كبير هذا رغما عني لأن الظروف مرتبكة وعندي أكثر من مشكلة ولو كان الظروف تسمح لطرت إلى والدها طيرا بعد هذه المكالمة وخلال يومين استلم الشاب وظيفته في مشروع ابن العم وبراتب كبير وعندما التقى به قال له ابن العم عندما عدت من الخارج كان من أحلامي الزواج من ابنة عمي ولكن حين التقيت بها أقسم لك بأن الله نازع كل الشوق لها من قلبي ولا أعرف لذلك سببا وعندما سمعت حديثها عنك لم أجد في قلبي وعقلي إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ابتسم الشاب وقال وأنا أيضا عندما علمت بأنك ستذهب وتتقدم لخطبة ابنة عمك تذكرت حديث النبي من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتميهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا فقمت وتوضأت وصليت وظللت أدعو الله وأتوسل إليه بكل صدق وإخلاص لقضاء ما أحتاج إليه كما كانت أمي في نفسك تصلي وتدعو لي ثم فوضت الأمر لله عز وجل وأنا كل ثقة به وراض تماما بقضائه وما إن انتهيت من دعائي حتى وجدت اتصالك بي فسجدت لله شكرا على تلبية رجائي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم طبيبة شابة جميلة وناجحة في تخصصها ومن أسرة طيبة ميسورة الحال ورغم مسؤولياتها وانشغالها في عملها ظلت لمدة عام تذهب إلى المسجد لتحفظ القرآن عن طريق الحاجة أم عمر وبعد أن حفظته كاملا كانت تذهب إليها بين الحين والآخر لتراجع القرآن معها ثم انقطع اللقاء بينهما لفترة واكتفت الطبيبة بالاتصال الهاتفي لتطمئن على الحاجة أم عمر وبعد عام من آخر لقاء تم بينهما فوجئت الحاجة أم عمر بالطبيبة تتصل بها وهي تبكي وتريد مقابلتها في حجرتها بالمسجد فرحبت أم عمر بلقائها فذهبت الطبيبة وبعد أن سلمت على أم عمر انهارت وبكت وقالت لها منذ أسبوع وأنا في بكاء وحزن وعذاب وتأني بضمير حيث كان طفل مريض بالمستشفى الذي أعمل فيه درجة حرارته مرتفعة جدا فطلبت من الممرضة أن تأتي لي بحقن مسكنة ولكن الممرضة أتت بنوع آخر ودون أن أراجع وراءها أعطيت الطفل الإبرة وللأسف هو حتى الآن في غيبوبة ولا يستطيع الحركة وأنا دائما بجانبه وأتابعه بالساعات ولا يعرف بقصة الإبرة الخطأ أحد ومن يومها وأنا صائمة وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله أن يشفي الطفل وأن يسامحني فأنا أشعر بأنني المسؤولة إذا مات الطفل لا قدر الله فماذا أفعل حتى يرتاح ضميري هدأت أم عمر من روعها وذكرتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وطلبت منها كثرة قراءة القرآن والصيام والقيام والدعاء والتصدق وطمأنتها بأن الله سيكشف عنها هذه الغمة عملت الطبيبة بوصية الحاجة الفاضلة أم عمر وبعد يومين ذهبت إلى المستشفى لتطمئن على الطفل فوجدته في صحة جيدة ويبتسم مع والديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففرحت الطبيبة فرحا لا حدود له وبدون أن تدري أسرعت واحتضنت الطفل وقامت بحمله وتقبيله وهي تلف به داخل الغرفة وبعد أن هدأت وجدت والدة الطفل تقدم لها باقة ورد وتقول لها لا أستطيع تقدير معروفك ولن أنسى لحظة اهتمامك بولدي وسهرك معه حتى الصباح في غيابي جعل الله كل هذا في ميزان حسناتك وأكثر الله من أمثالك ثم قال والد الطفل للأسف فقد أخبرنا أكثر من طبيب هنا أن ولدي لن يفيق من غيببته وأن الموت مصيره ومنذ ساعة أفاق ولدي واعتبر الأطباء أن عودته للحياة معجزة كبيرة وأخبرون أن دعاءك له وعطفك على حالته وصلاتك من أجله ربما كانت الأسباب التي ردت إليه الحياة بفضل الله سبحانه ابتسمت الطبيبة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت لا يرد القدر إلا بالدعاء ومنذ ذلك اليوم أصبحت أم الطفل والطبيبة صديقتين حتى أنها تزوجت من خال الطفل المهندس الشاب التقي الذي كان يبحث عن زوجة بمواصفات هذه الطبيبة منذ سنوات حتى وجدها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين شاب باكستاني مسلم كان يعمل حارسا في أحد مصانع الطوب بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وجاءته رسالة من باكستان بأن والدته في حالة خطرة ويلزم إجراء عملية لزرع كلية لها وتكلفة العملية سبعة آلاف ريال سعودي لم يكن عند هذا الشاب سوى ألف ريال ولم يجد من يعطيه مالا فالطلب من المصنع سلفة ورفضوا فأخبروه من باكستان أن والدته الآن في حالة خطرة وإذا لم تجري العملية خلال أسبوع ربما تموت فظل يبكي طوال اليوم وأمام هذا الظرف القاسي قرر الشاب القفز لأحد المنازل المجاورة للمصنع الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبعد قفزه لسور المنزل بلحظات لم يشعر إلا برجال الشرطة يمسكون به وأظلمت الدنيا بعدها في عينيه وفجأة وقبل صلاة الفجر إذ برجال الشرطة يرجعونه لنفس المنزل الذي كان ينوي سرقته ثم انصرف رجال الشرطة وكان وقتها خائفا يترقب فإذا برجل كبير السن يدخل عليها ويمسك بيده ويسلم عليها ويأخذه معه للمسجد لصلاة الفجر وبعدها رأى الشاب الباكستاني الرجل المسن الذي أمسك بيديه يجلس على كرسي بمقدمة المسجد والتف حوله المصلون وكثير من الطلاب فأخذ الشيخ يتكلم عن الإسلام وأمور الدين وفجأة وضع الشاب يده على رأسه من الخجل والخوف وقال يا الله ماذا فعلت كنت سأسرق منزل الشيخ ابن باز الذي نحبه في باكستان كثيرا وعند فراغ الشيخ من الدرس أخذه للمنزل مرة أخرى وأمسك الشيخ بيديه وأجلسه الشيخ بجواره سأله الشيخ عن اسمه ولماذا أراد أن يسرق فأخبره بالقصة فقال له الشيخ ابن باز حسنا سنعطيك تسعة آلاف ريال سبعة آلاف لعملية والدتك والباقي مصروف لك ولكن لا تعود السرقة مرة أخرى يولدي أخذ الشاب المال وشكر الشيخ ودعا له وسافر لباكستان وأجرت والدته العملية وتعافت بحمد الله وعاد الشاب لمنزل الشيخ وطلب منه أن يعمل عنده خادمة أو أي شيء فوافق الشيخ وعمل الشاب عنده وأثناء عمله أخبره أحد الشباب المقربين من الشيخ بأنه عندما قفز للمنزل كان الشيخ يصلي الليل وسمع صوتا في فناء منزله فضغط على الجرس الذي يستخدمه الشيخ لإيقاظ أهل بيته للصلوات المفروضة فقط فاستيقظوا جميعا واستغربوا ذلك فأخبرهم أنه سمع صوتا فأبلغوا أحد الحراس واتصل على الشرطة وحضروا على الفور وأمسكوا بك وعندما سأل الشيخ عن الخبر قالوا له لص حاول السرقة وذهبوا به للشرطة فقال الشيخ وهو غاضب لا أحضروه الآن من الشرطة من المؤكد أنه ما سرق إلا وهو محتاج فبكى الشاب وظل يخدم الشيخ بكل إخلاص حتى توفي الشيخ الجليل رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم شاب كان مسرفا على نفسه بالمعاصي والآثام يتعاطى المخدرات ويفعل الفاحشة ووصل الأمر به إلى الاعتداء بالضرب على أمه وأبيه ولما استحالت العشرة بينه وبين أسرته جعلوا له غرفة بالسطح يعيش فيها وحده بعيدا عنهم وفي يوم من الأيام تعاهد أربعة من الإخوة الصالحين أن يأتوا إلى هذا الشاب العاصي لينصحوه وعندما صعدوا إلى غرفته وجدوه في حالة سكر وفاقدا للعقل فجلسوا معه وحاولوا أن يتحدثوا معه إلا أنه كان لا يشعر بهم ومع ذلك أصروا على الجلوس بجانبه حتى أفاق قليلا ثم بدأوا يذكروه برحمة الله وبالجنة والنار فإذا به يبكي ويقول والله ما سمعت هذا الكلام من قبل وأريد أن آتي معكم وكان الإخوة في هذا الوقت يستعدون للسفر خارج المدينة التي هو فيها فأخذوه معهم ودخلوا أحد المساجد فأعلن هذا الشاب توبته إلى الله ولكنه كان ما يزال يعاني من أثر المخدرات حتى أنه صاحبهم في الليل هيا انهضوا وقيدوني بحبل فإني أخشى أن أخرج لأبحث عن المخدرات فقالوا له هيا نذهب بك إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه أصر على تقييدهم له بالحبل فقيدوه وأحكموا القيد ولكنه استطاع أن يتخلص من ذلك القيد وجلس يبكي بجوارهم من شدة الألم واستمر على تلك الحالة أياما وهو يعاني من ألم التخلص من المخدرات ولأنه كان صادقا في توبته أراحه الله تعالى من آثارها تماما فبعد خمسة عشر يوما ذهب الإخوة به إلى المستشفى فلما أجر الطبيب بعض التحاليل تعجب وقال لا يمكن أن يكون هذا الشاب قد تعاطى المخدرات من قبل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم عند ذلك مكث هذا الشاب ثلاثة أشهر غائبا عن أهله كما أن أهله لم يسألوا عنه لأنهم يأسوا منه وظنوا أنه قد تم القبض عليه أو أنه مات في حادث واستراحوا من أذاه وبعد ثلاثة أشهر ذهب الشاب إلى منزل أسرته وقرع الباب ففتحت له أمه لترى ابنها الذي اختفى منذ ثلاثة أشهر قد تغير وجهه وزادت هيئته جمالا وبقارا فأقبل على أمه ليعانقها ويقبل رأسها ويبكي ويطلب منها أن تسامح فقالت أمه سامحتك يا بني ثم قال لها مبتسما يا أمه أشتهي طعاما من صنع يديك فقامت الأم تصنع له طعاما وفي هذه الأثناء قام وكبر للصلاة وقرأ وركع ورفع وسجد وأطال السجود وجاءت أمه بالطعام لترى ولدها ساجدا فأخذت تبكي بكاء شديدا فرحا بهدايته ولكن ابنها أطال السجود لمدة طويلة فنادت عليه أمه فلم يجبها فأخذت تحركه ولكنها وجدته قد مات ساجدا وبعد قليل دخل جيرانه ودخل أهله ليروا هذا الشاب الذي كان في غاية الفسق إذا به يموت ساجدا وعندما فتشوا جيوبه وجدوا ورقة كتب فيها وصيته وإذا فيها أنه إذا مات فعلى أمه أن تخيط له الأكفان وأن يحمل جنازته شباب الحي الذين كان يعرفهم قبل الالتزام حتى يتوب إلى الله وأن يقوم والده بدفنه فسبحان الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وما أجمل التوبة والعودة إلى الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر